هنا اوكرانيا وهذه نشرة اخبار اليوم تأتيكم من يو اي تيفي اهلا بكم قال اندري ميلنيك السفير الاوكراني لدى المانيا في حديث لصحيفة بيلد معلقا على تصريحات الخارجية الالمانية حول استخدام الجيش الاوكراني مسيرات تركية من طراز برقدار قال ان اوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ايأتي ذلك ردا على المتحدث باسم الخارجية الالمانية الذي اعرب في وقت سابق عن قلق بلاده بشأن استخدام المسيرات التركية في النزاع في دنباس الامر الذي اعتبرته برلين انتهاكا لاتفاقية ميسك لاوكرانيا الحق القانوني في الدفاع عن نفس عندما تقصف اراضيها ليلة نهار بالاسلحة الروسية الثقيلة وعندما يقتلوا مدنيون وجنود لذلك فاننا نطالب الحكومة الفيدرالية بدلا من الاعراب عن القلق بشأن الوضع المأسوي في الاراضي الخارج عن سيطرة اوكرانيا مؤقتا ان تضاعف جهودها كوسيط لعقد قمة النورماندي في برلين كما هو متفق عليه ووضع حد لتصرفات موسكو للمرة الثانية خلال بضعة سنوات تتكرر حوادث سيارات ابناء الاثرياء في خاركف وتتسبب بوقوع مجازر مروعة وعلى غرارهم جميعا لطالما تفاخر المراهق القاتل بقدرته على القيادة بدون رخصة واطلاق النار والتلاعب بشرطة المرور ينفي والد الجاني جميع التهم عن ابنه في حين يؤكد أقارب الضحية الذي توفي جراء الحادث أن ذوي المراهق المتهور سيبذلان قصار جهدهما لحمايته من العقاب المزيد عن مأساة خاركف في التقرير التالي هنا على طريق جاكارين السريع في خاركف وتحديدا في أكثر تقاطعته ازدحاما تظهر كاميرات المراقبة سيارة انفينيتي تنطلق بسرعة كبيرة لتصطدم بسيارات أخرى الضربة كانت شديدة لدرجة مزقت السيارتين أثناء معاينة الحادث تبين أن سيارة من نوع انفينيتي قطعت الإشارة الحمراء واصطدمت بسيارة شيفرولي توفي سائقه على الفور وسيارة سكودا أخرى مركونة بالقرب اعتقلت الشرطة المتسببة في الحادث المروع ليتضح أنه فتى في السادس عشر من عمره وهو ابن أحد رجال الأعمال في خاركف كما تضح لاحقا أنه محكوم في عدة قضايا مع وقف التنفيذ من بينها إطلاق النار في أحد المتاجر وقد اشتهر بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل يتباهى فيها بمخالفة قواعد السير ويتصرف بواقعها مع أفراد الشرطة أفادت الشرطة أن الفتى القاصر ليس لديه رخصة وكان يقود سيارة مسجلة باسم والدته وأن الشرطة حررت مخالفات بحقه من قبل نؤكد أنه بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر أوقفته شرطة الدوريات أكثر من مرة بسبب انتهاك قواعد المرور حررت مخالفات بحقه وأوحيلت إلى المحكمة للبت فيها في الوقت ذاته يعلن وارد المشتبه به أن الجميع يصور ابنه على أنه مجرم ويفترض أن شخصا آخر تسبب بالحادث كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين في السيارة أحدهم كان يقودها ابني لم يبرح مكان الحادث ولا أعرف لماذا لم يذكر ذلك في تقرير الشرطة مما جعله يوصف بأفضع العبارات هذا يوحي بأن الإهمال مخطط له وهدفه الإساءة عن قصد راح سائق الشفرلي البالغ من العمر 58 عاماً ضحية للحادث وهو أب لطفلين ولديه ثلاثة أحفاد ابنة المتوفى على يقين أن ذوي المشتبه به سيبذلان قصار جهدهما لضمان إفلات نجلهما من العقاب الآن أنا وأخي بالقرب من المشرح حيث يرقد أبي والدي يرقد هنا لمجرد أن صبياً يبلغ من العمر ستة عشر عاماً قرر اللهو مع أصدقائه صبي يبلغ ستة عشر عاماً لا يشعر بالمسؤولية ونحن نبحث الآن عن محام ذي خبرة يمكنه أن يساعدنا في هذه القضية الركاب الثلاثة الباقون يرقدون في غرف العناية المركزة وحالتهم مستقرة أودع الجاني مركز احتجاز مؤقت وفي الوقت الحالي تجري التحقيقات على مدار الساعة بانتظار نتائج تقارير الطب الشرعي مثل هذه الحوادث التي يتسبب بها أبناء الأغنياء المستهترين تصبح قضايا رأي عاماً في المجتمع وهي ليست نادرة في أوكرانيا فقبل أربع سنوات على بعد بضعة كيلومترات من موقع هذا الحادث صدمت يلينا زايتسبا الإبنة بالتبني لأحد رجال الأعمال في خاركيف ستة أشخاص على ممر المشاة لقوا مصرعهم جميعاً وحكم عليها بالسجن عشر سنوات المحكمة أمرت اليوم بإيضاء نيكلاي خاركيفسكي مركز الاحتجاز لمدة ستين يوماً على ذمة التحقيق دون الحق في الكفالة وقد يواجه الفتى عقوبة بالسجن تصل لثمان سنوات دو انفجار قوي ليلة أمس في محطة وقود بالقرب من خاركيف أدى إلى اشتعال النار في شاحنتين كانتا متوقفتين في المحطة هيئة الطوارئ الحكومية ذكرت في بيان أن سبب الانفجار يعود إلى اختلال الضغط في مستودع تخزين الغاز في المحطة وأشار البيان إلى أن أربعين من رجال الإنقاذ وتسع قطع من المعدات هرعت إلى موقع الحادث وأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران صباح اليوم وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات اشتركوا في القناة وسعت سويسرا قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلالها شبه جزيرة القرم جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية وقد أدرج ثمانية أشخاص في قائمة العقوبات من بينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أفس بي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل ليونيد ميخايلوك وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص يدعمون بنشاط الإجراءات والسياسات التي تقود وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها وتنص العقوبات على حظر استيراد البضائع من شبه جزيرة القرم دون شهادة منشأ صادر عن السلطات الأوكرانية كما يحضر أيضا تصدير عدد من السلع السويسرية والخدمات قال مسؤولون في خدمة الصحة العامة في أوكرانيا إن تقديم الرعاية الطبية في حالات السكتة الدماغية التي أصبحت أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في أوكرانيا يعد واحدا من أولويات برنامج الضمانات الطبية ويؤكد الأطباء أهمية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب للمصابين بالسكتة الدماغية بهدف زيادة فرص المريض باستعادة صحته بالكامل وتقدم الرعاية الصحية لمرضى السكتات الدماغية مجانا في 338 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة الرعاية الطبية لمريض مصاب بسكتة دماغية أو الاجتباه بالإصابة مجانية تماما نحن نتحدث عن الخدمات التالية الفحص الأولي التصوير المقطعي والتصوير بالرانين المغناطيسي والفحوصات المخبرية وتحليل الدم والفحوصات الآلية وتخطيط القلب والموجات فوق الصوتية وأيضا يشمل علاج تخذر الدم وتقديم الأدوية لأن السوق تلتهم الصغار وتكسر شوكة الضعيف المنفرد وحد مزارع هذه القرية قواهم وكونوا كيانا اقتصاديا زراعيا وتجاريا كبيرا مكنهم من دخول السوق والمضاربة فيها وحماية محاصيلهم وتطويرها وبناء علاقات مثمرة مع كبريات شركات التسويق ومتاجر التجزئة وبدل أن تحولهم الحرب الدائرة بالقرب من نوافذ بيوتهم إلى جنود أو ضحايا تحول فلاحو فالسكويه إلى غزاة لأسواق الخضار والفاكهة والزهور قصة نجاح نتعرف عليها في التقرير التالي هذه بوبورا طماطم إيطالية كرازية ليس بعيدا عن خط التماس تقع هذه الدفئات الزراعية في قرية فالسكوي في غدون إسبوعين سيجري هنا حصاد آخر محصول لهذا الموسم كانت ليلة أمس شديدة البرودة تسع درجات تحت الصفر لكن الجو هنا دافئ جدا هذا هو موسم الطماطم الكرازية الثاني لدينا لهذا العام وأعتقد أنه سيكون الأخير لم يعتقد المزارعون سابقا أنهم قادرون على توحيد قواهم كانوا يشحنون منتجاتهم بشكل فردي إلى لغانسك لكن عندما أوزل السوق هناك أدركوا أنهم لن يتحولوا إلى محاربين وينخرطوا في القتال ليؤسسوا في عام 2017 جمعية تعاونية تمكنهم من دخول أسواق خارك والنيبرو وصولا إلى كييف مصاريف النقل والشحن والتسليم وغيرها تنهك المزارع إن كانت الكميات صغيرة ولا ترضي كبار المشترين ولا تحقق ثباتا في أسعار العرض والطلب يوجد الآن مئة وأسرتان في التعاونية ويساعد الشركاء الدوليون في تسويق المنتجات مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمسمى الدعم الاقتصادي لأوكرانيا الشرقية يمكن السكان المحليين من تحسين مستوى معيشتهم وتطوير أعمالهم في قطاعات اقتصادية واعدة ودخول أسواق جديدة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لا تقتصر التعاونية على زراعة الخضار بل والزهور أيضا أولغا فضلت هذا الخيار وهي الآن تخطط لغزب السوق مع حلول عيد الثامن من مارس لديها في هذه الدفئة ثلاثة آلاف آصيس ورد تزهر هذه النبتة بغزار لفترة طويلة جدا ومع البتلات الجديدة هناك براع متتفتح دائما انضمت أولغا إلى التعاونية منذ عامين وقد منحها ذلك الفرصة لمضعفة حجم الإنتاج وتطبيق التقنيات الجديدة في الدفئات الزراعية في يد الآن جهاز استشعار حرارة موجود في جميع دفئاتنا من خلاله نراقب الحرارة ونضبطها ونتابع كل شيء لن يتوقف المزارعون عندما حققوه في هذه التعاونية بل يخططون لإنشاء مستودعات مبردة جديدة لحفظ منتجاتهم والتحكم بحركة السوق وإنشاء مركز لوجستي بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لفرز بحصيل مزارعين آخرين وتعبئتها وتبريدها ثم تسليمها للمستهلكين ذكرت شبكة سي بي سي نيوز أن طائرة صغيرة نفذت هبوطا اضطراريا مباشرة على إحدى الطرق السريعة في كندا وكانت الطائرة قد عانت من خلل فني بعد دقائق من إقلاعها من مطار مارك هام في ضواحي تورينتو وقرر الطيار والمدرب الذين كانوا على متن الطائرة الهبوط على الطريق السريع نظرا لتعذر العودة إلى المطار ولم يسفر هذا الهبوط عن وقوع إصابات يصادف اليوم ذكرى تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين في الثامن والعشرين من أكتوبر الف وتسعمائة واربعة واربعين طرد المحتلون وحلفاؤهم أخيرا من أراضي أوكرانيا وذلك بعد معارك التحرير التي قتل خلالها أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جندي في عام 2009 وقع رئيس الأوكراني فيكتور يشينكو مرسوما بشأن الاحتفال بهذا اليوم على مستوى الدولة وقام اليوم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بتكريم ذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير الوطن سنوات الاحتلال النازي لأوكرانيا هي فترة سوداء مروعة في تاريخنا دمرت خلالها أكثر من سبعمائة مدينة وبلدة ونحو ثلاثين ألف قرية أوكرانية مئات القرى احترقت مع سكانها آلاف المستشفيات والمدارس المدمرة محرقة بابين يار في كييف معسكر اعتقال يانوفسكي في الفيذ دربيتسكي يار في خاركيف بهدانفكا في إقليم ميكالايف ملايين الضحايا وهذه الملايين هي السبب الذي يجعلنا نحن الأوكرانيين نتذكر دائما الجنود الذين قضوا في تلك الحرب الرهيبة ولهذا نحن رؤوسنا لمواطنين الذين قدموا مساهمة لا تقدر بثمن العالم ببطولاتهم وقد أصبحوا مثالا للجيل الجديد من المدافعين الأوكرانيين عن شرق أوكرانيا وفيما يلي بعض أهم الأحداث العالمية التي وقعت في الثامن والعشرين من أكتوبر ففي عام 1776 وإبان حرب الاستقلال هزمت القوات البريطانية في معركة وايت بلينز الجيش الأمريكي بقيادة جورج واشنطن وفي 1831 كشف العالم الإنجليزي مايكل فارداي عن أول محرك كهربائي عبر دبنجي الكهرباء والقوة المغناطيسية في 1886 أضيئت امثال الحرية لأول مرة في مدينة نيويورك وكان هدية من فرنسا في 1913 انطلقت حركة الترام الكهربائي في فينيتسا وكان بطول ثمانية كيلومترات ونصف من محطة القطار إلى صالة الألعاب الرياضية يحتفل اليوم في أوكرانيا بيوم التحرير من الغزاة النازيين وتم ذلك في 1944 حين استعادت القوات السوفيتية أوجهر في 1962 أعلن نيكيت تخروتشوف تفكيك الصواريخ السوفيتية في كوبا وفي 1962 أيضا تحقق الاستقلال الثاني للجزائر وهذه المرة باسترجاع سيادتها على التلفزيون والإذاعة الوطنية في 1967 تولى ميخايل جورباتشوف منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي وفي 1989 اعتمد البرلمان الأوكراني قانون اللغات في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية محددا مكانة اللغة الأوكرانية لغة رسمية للدولة من موليد هذا اليوم مايك يوهانسون الشاعر الأوكراني ومؤلف روايات المغامرات الذي أعدم أثناء حملة التطهير الستالينية وفي 1955 ولد مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة بيل جيتس وولدت في 1967 جوليا جوليا روبرتس الممثلة الأمريكية صاحبة الابتسام الأجمل والأجر الأكبر في العالم والفائزة بجائزتي الأوسكار والجولدن جلوب نهاية النشرة قدمناها لكم من يو اي تي في شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة